والنهاردة الفيفا بالتأكيد بيرتب كل الإجراءات الخاصة بوصول النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاث بخلاف التدريب لفريق النادي الأهلي وبخلاف حضور الجهاز الفني بقيادة كولر مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي هيكون في اجتماع مع مسؤولي الفيفا الاجتماع هيكون في حاجتين يوم الثلاث ويوم الآربة يوم الثلاث بنتكلم على جلسة تصوير فوتو سيشن هيتعامل مع كل اللاعبين وكل نجوم الفريق عشان طبعا دي مادة فيلمية ومادة تصويرية بيستخدمها الاتحاد الدولي أثناء البطولة وكمان بيتم استخدام هذه المادة في عرض الأمور الخاصة بالجرافيك على المباراة مثلا تشكيل الأساسية العناصر الأساسية صور اللاعبين في المباراة فده جلسة تصوير فوتو سيشن هيتعامل بإذن الله يوم الثلاثاء فور وصول الاهلي أو في اليوم التالي لوصول النادي الاهلي يوم الأربع هيبقى فيه اجتماع فني تقني الاجتماع ده ممكن يمتد من ثلاث إلى أربع ساعات ليه؟ والاجتماع ده غالبا بيكون في صباح اليوم يعني أول حاجة أول ما بتبدأ يومك كده بعد الفطار أول حاجة اللي فيه فبيجي لك يلا بينا عندنا اجتماع ليه عندنا اجتماع؟ الاجتماع ده بيتعامل في ايه؟ أولا بيتشرح لك سواء للعيبة أو للجهاز الفني أو للبعثة الإدارية بيتشرح لك كل من وفد ممثل من الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة بيكونوا موجودين مع كل فريق في فندق الإقامة بيشرح لك كل حاجة في البطولة من ايه تزد؟ من أول ورقة في الكتاب لغاية آخر ورقة وإحنا متعودين على التفاصيل دي احنا حضرنا الحمد لله قبل كده يعني تمن مناسبات كأس عالم ما بين المغرب قطر الإمارات اليابان الأهل الحمد لله لف القرى الأرضية مع كأس العالم مال الأندية ودي نسخة جديدة في المملكة العربية السعودية فكل حاجة متعلقة بالبطولة بتتشرح في هذا الاجتماع تنصيق الإداري مع عد وصول الفريق لملعب المباراة بتتكلم على فكرة أورولز والضوابط المتعلقة بالمباراة بتتكلم على الفريق لما يكون عنده أعداد زيدة عن العدد اللي موجود في أرضية الملعب بيقعد فين في المدرجات بيكلموا على التحركات من فندو الإقامة لملعب المباراة التحرك من فندو الإقامة لملعب التدريب القواعد المنظمة للمؤتمر الصحفي القواعد المنظمة للمباراة نفسها وآخر حاجة وأهم حاجة كل الأمور المتعلقة بالجوانب التحكيمية بيبقى موجود واحد من أسرة التحكيم بيشرح أبرز التعديلات اللي موجودة على قانون اللعبة إيه اللي ليك وإيه اللي عليك تتكلم في إيه وما تتكلمش في إيه قواعد تقنية الفيديو الحكم الفيديو المساعد الفيديو أسيسور فيه إيه القواعد اللي فيه كمان خدوا بالكو أنت بتتكلم في بطولة بتنظم من الفيفا فتقنية الفار اللي بتطبع في الدورة المصري أو حتى في دورة أبطال إفريقيا مش هي خالص اللي بتطبع في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية بيطبع أحدث التقنيات اللي موجودة في الفار فأنت هتلاقي تقنية النصف آلي في كشف التسلل هتلاقي تقنية خط المرمى لو قر عدت الخط المرمى هدف ولا مش هدف في تقنيات حديثة جداً بيتم استخدامها في كل بطولة الفيفا فكل الأمور دي بيتم شرحها لكل أفراد البعثة لاعبين وجهاز فني وجهاز إداري وبعثة إدارية كل الجوانب المتعلقة بالبطولة بيتم شرحها لكل أفراد البعثة الآلي سافر بـ 55 فرد في البعثة الرسمية الـ 55 حاضرين الاجتماع سافر 60 فرد الـ 60 فرد حاضرين الاجتماع الكل بلاستثناء لازم يكون حاضر الاجتماع الاجتماع ممكن بيطول شوية بيوصل لـ 3 ساعات 4 ساعات لأن فيها جوانب كتيرة فيه كمان جانب طبي مهم جداً متعلق بالكشف على المنشطات لازم يتشرح للعيبة الأدوية اللي ممكن تكون محظورة كل حاجة بصوا الفيفا ما بيسيبش حاجة للصدفة فكل حاجة بتتشرح في البطولة الناد الألة هي سافر بـ 23 لعب دي القيمة اللي تم تسجيلها على موقع الاتحاد الدولي والفيفا أعلن القيمة من حوالي يومين 3 وكلنا شفنا القيمة بالكامل فيه أنتوني مودست فيه محمود قهربا عمر السلية محمد عبد المنعم الحمد لله يعني اطمأنين عليه موجود في القيمة مع ياسر إبراهيم ويرامي ربيعة فيه محمد الشناوي مصطفى شبير حمزة علاء فيه علي معلول كريم البيس فيه محمد هاني أكرم توفيق خالد عبد الفتاح أليو ديانجي إمام عشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا محمد مجد أفشا يعني بنتكلم فيه كل العناصر الموجودة بيرستاو أحمد عبد القادر مش موجود في القيمة صلاح محصن مش موجود في القيمة فبالتالي دي قيمة الثلاثة وعشرين لعب ولكن وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده فيه خمس لعيبة أو ممكن العدد يزيد لو اللعيبة الحمد لله مفيش أي إصابات الجهاز الفن هيصطحب كل اللاعبين معاه في هذه الرحلة بشرط أنه ما يكونش عنده لعب مصاب وإصابته محتاجة فترة علاج أو تأهيل تمتد لحوالي أسبوعين لما بالتالي ممكن لو كريستو مش مصاب وعبد القادر مش مصاب يكونوا موجودين مع الأهلي في كأس العالم للأندية ولكن في القيمة الإضافية مش في قيمة الثلاثة وعشرين لو شاف أنه ممكن زعلوك مفيش مشكلة وطبيا مفيش مشاكل وبدنين وفنيا جاهز ممكن الجهاز الفني يصطحب معاه نفس الأمر على كريم ندفت محمود متوالي نفس الكلام لو جاهز قبل البطولة إن شاء الله ومفيش أي إصابة ممكن كمان الجهاز الفني يصطحب معاه في البطولة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي وبالتالي كولر مش بيفكر في البطولة فقط بيفكر في حاجتين أولا قبل أول مباراة باربعة وعشرين ساعة لقدر الله في إصابة لعب من التلاتة وعشرين لازم يستعين بحد من اللعبة الإضافية اللي هو واخده معاه في السعودية بالإضافة لكده بعد البطولة إنت عندك لقدر الله يعني إذا خسرت عندك ماتش شباب بلوزداد فما ينفعش تسيب اللعبة في القاهرة وإنت عندك مباراة في إفريقيا بعد مباراة التحاج قد بحوالي خمسة أيام كملت الغاة اليوم الأخير إن شاء الله يوم 22 ديسمبر فإنت ساعتها مش هتطلع على مصر أو مش هترجع على مصر إنت هتسافر من السعودية دايريكت على الإمارات العربية المتحدة لأن إنت عندك بطولة في أبو ظبي تحديدا على استادها الزعب نزيد مباراة تكاس السوبر للأندال أبطال فالفريق يعني بنسبة كبيرة كلها رهيسافر من 28 إلى 29 ولكن الأمر يتوقف على جاهزية اللعبين ولو في لعبين مش مصابين في الرحلة اللي جاية